أسألك سؤال بقى الكابتن عاب جلال كلها أسئلة مدرب أه مدرب أصلاً أحب الأسئلة اللي هي أدام أنت معي بترقصني بقى فرصة أه فرصة رقص معي كابتن عاب جلال مدرب خلينا نتكلم عملياً هو مدرب مالوش جمهرية من الأهلي مالوش جمهرية من الزمالك هو مدرب جاي عشان هو إمكانياته الفنية كويسة خلينا نتكلم بصراحة إمتى نقدر نقول إنه الآن الجمهر ستتصق في الكابتن عاب جلال هيعمل إيه كابتن عاب جلال عشان الجمهر تتصق فيه النتائج النتائج يعني الكابتن عاب جلال ده لو مثلاً النتائج مشت معاه كويس بشكل كويس في التصفيات وبعدين رح كسل أمم مثلاً عين كان لما تتلعب وحقق مثلاً البطولة أو وصلنا المراحل المتقدمة والناس شايفة الأداء كويس هيثبت عند الناس بص خلينا نتطفك كروش تقطع فيه وتكلم فيه الكابتن عاب جلال الناس برضو أول ما أعلن اللي هو هيمسك الناس تكلمت عليه كابتن حسن البادري الناس كلمت عليه كابتن مش عارف مين كابتن حسن شحات يعني اللي أنا عايز أقول لك أنا أقول لك كابتن حسن شحات الناس هجمت فكرة تعيينه المنتخب وتقال لك ساعتها أنه أجمعنا ده مدرب منتخب الشباب ومدرب كان في درجة تانية فبالوس بي كمدرب تاريخ كبير طبعا وعنده سفيه كبير وحقق بطولات كتيرة مع فرق ومنتخبات بس برضو لازم نتكلم إحنا المصريين كده إنت بقى زي السؤال بتاعك لما تحقق حاجة لما الناس تشوف طريقة جديدة لما الناس تشوف لا المنتخب يلعب يعني إحنا في مباريات زي المباراة اللي فاتت دي بتكسب ولا تلعب صح أو لا صح تكسب ولا تلعب إنت لسه مستلم لسه مستلم لا أنا عايز أكسب عشان عندي هدف تصفيات لكن أنا ممكن ألعب وما وصلش الهدف لأنا مروحش كاس الأمم بسعيطة الناس هتقول هيعجبها الأداء ويقولك مش مؤمن نتيجة لو عملت نتيجة يقولك أصطفين الأداء فإحنا دايماً ماشيين بالعكس لكن أنا متوقع للكابتن إيهاب زي ما بقولك اللي هو هيعمل أداء كده كده المكسب مفيش مدرب بيلعب على الخسارة أي مدرب في الدنيا بيبقى عايز يكسب بس هي الحتة اللي أنت بتتكلم فيها اللي أنا أقنق الجمهور الجمهور عايز يتفرج على منتخب مصر عايز أستمتع وأنا بتفرج على منتخب مصر وخصوصاً اللي أنت عندك الأدوات يا كريم عندك؟ عندك الأدوات يعني أنت بتتكلم يعني كل اللعيبة اللي موجودة عندك دي ما تنفس وما يطلع لكش كرة حلوة نتفرج عليها عندك الأدوات